اختبار التنفس وذلك من اجل تقييم مستوى عمل الرئة خصوصا بعد التعافي من مرض كوبيد ناينتين لا سيمة ان بعض المرضى قد لا يزالون يعانون من بقايا اعراض التعب اثناء القيام بالانشطة اليومية او اثناء ممارسة الرياضة حيث يمكن ملاحظة الفرق في الاداء البدني بعد الاصابة بالمرض وكيف كان من قبل ويعود سبب ذلك الى وجود انخفاض في المستوى الوظيفي للرئتين والقلب وكامل اعضاء الجسم بشكل عام على الرغم من تشافي مرضى كوبيد ناينتين من العدوى بشكل تام الا ان المرضى قد يترك بعض المضاعفات في الجسم بحيث قد لا يمكن الشعور بتلك المضاعفات او احتسابها من المشاكل التي قد تواجه المرأة مع مرور الوقت وخاصة منهم في سن الشباب كما انه بطبيعة الحال مع تقدم العمر سينخفض الاداء الوظيفي لمعظم اعضاء الجسم وخصوصا اعضاء الجهاز التنفسي فضلا عن وجود اسباب اخرى التي تزيد من تدهور عمل تلك الاعضاء كاصابة تردئات بالعدوى او بالامراض الخطيرة الاخرى ويضيف الطبيب تاش بات في حديثه عن الموضوع قائلا هناك فحوصات اخرى يتم اجراءها الى جانب الفحص بجهاز سبايرومتر والتي تدخل ايضا ضمن اختبار مقياس التنفس وهي فحص وظائث القلب والاوعية الدموية اذ يتم الفحص باستخدام برنامج المشي لمدة 6 دقائق من اجل تقييم الصحة العامة للجسم بالاضافة الى انه سيتم ايضا وضع برنامج خاص لكل مريض بحسب حالته المرضية نحن ندعو الجميع لعمل اختبار وظائف الرئة ووظائف القلب والاوعية الدموية وذلك للتأكد مما ان كنا نعاني من تدهور تلك الوظائف او لا او هل نعاني من خلل ما في انظمة القلب والاوعية الدموية فجميع هذه الامور يمكن معرفتها من خلال مقياس التنفس فاذا تبين لدينا في وقت مبكر باننا نعاني فعلا من تلك المشاكل في التنفس فانه يمكننا معالجتها فورا باعادة التأهيل حتى تعود الرئتين الى العمل كما كانت من قبل او ربما افضل من ذي قبل بما في ذلك عطلات القلب والاوعية الدموية وذلك من اجل الحفاظ على قوة وصحة الجهاز التنفسي حتى بلوغ مرحلة الشيخوخة او حتى عند الاصابة بالمرض فيما يخص الوقت الانسب لاجراء اعادة التأهيل للرئتين بعد التعافي من مرض كوفيد ناينتين فان الاطباء يوصون باجرائه بعد مضي اسبوعين الى اربع اسابيع من بعد التشافي وذلك لضمان خلو الجسم من الفيروس تماما كما انه بالنسبة لأولئك الذين تشافوا من هذا المرض منذ فترة طويلة وبغض النظر عن عدد الاشهر فانه يمكنهم ايضا الخضوع لفحص مقياس التنفس ويعادة التأهيل للرئة وسوف يقوم الطبيب بوضع البرنامج مناسب لاستعادة عمل الرئتين بشكل اكثر فعالية ويتني ويتني ويتري فر لفة